وابتدت هذه الدول انها بتبدأ تاخد اجراءات صارمة لمحاولة تاني يعني عمل على طباطق عملية زيادة الاعداد انا كل اللي بطلبه وبهيب بالسادة المواطنين ان احنا نلتزم جميعا بالاجراءات الاحترازية الموضوع بسيط جدا احنا مجرد ان احنا بنلبس الكمامة واحنا بنتحرك في اماكن مغلقة او في اي خروجاتنا ده هيساعدنا بصورة كبيرة كلنا على تخفيف حدة انتقال المرض احنا دخلين خلاص على فصل الشتاء واللي متوقع فيه ان الاعداد حتى تزايد فمش عايزين ان احنا كحكومة نضطر ان احنا في مرحلة ما نبدأ مرة اخرى نشوف ايه الاجراءات اللي ناخدها واللي احنا كلنا بنبقى عارفين للأسف انها حيكون لها تدعيات سلبية على اكل عشنا وعلى شغلنا وعلى اقتصادنا كل اللي بطلبه من كل اخوات المواطنين ان احنا نكون كلنا مع بعض يعني نتابع بقدر الامكان الاجراءات الاحترازية احنا كنا ماشيين بصورة جيدة جدا جدا لفترات معينة ولكن ابتدى طبعا مع انخفاض الاعداد ابتدى فكرة الالتزام بالاجراءات الاحترازية بيخف وده يمكن اللي حصل على مستوى العالم كله ولكن انا بس بهيب بكل مواطنينة واهلينا ارجوكوا ان احنا الفترة الجاية احنا دخلين خلاص دخلنا فصل خريف ودخلين على الشتاء محتاجين مرة اخرى نلتزم بقدر الامكان بالاجراءات الاحترازية علشان ما تبدأش الاعداد مرة اخرى في الازديادة والمعاودة للزيادة وده حيبقى ليه تبعيات سلبية على الاقتصاد المصري وعلى ظروفنا المعيشية واكل عشنا لفئات كثيرة في هذا المجتمع احنا ان شاء الله اللي اتعرض على حضراتكم النهاردة في موضوع تحسين احوال المعلمين احنا بنعتبر بداية وزي ما معالي وزير المالية قال القانون اللي احنا مقدمينه بيتيح لمجلس الوزراء مراجعة هذه الحوافز وزيادتها كل ما حنكون عندنا القدرة على هذا الموضوع وده توجيه من فخامة الرئيس ان احنا هذا الموضوع ما يبقاش خطوة واحدة ولا قرار واحد ان احنا بنراجع هذا الكلام بعد كده بصورة دورية وكل ما حيكون عندنا الفرصة حنكون عندنا الارادة والقرار لزيادة هذه الحوافز لان قطاعات التعليم والصحة هما فعلا هما الاولوية الاولى في الفترة الجاية لتحسين احوال كل العملين في هذه القطاعات طبعا جنبا الى جنب مع دفع قطاع مهم زي قطاع الصناعة اللي بناخد فيه اجراءات كثيرة جدا لم تؤخذ من قبل فيه عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز والاعفاءات وتشجيع كل قطاعات الصناعة ان شاء الله انها تنهض بالاقتصاد المصري في خلال المرحلة القادمة